يعود مقتدى الصادر مرة أخرى لانتقاد المتظاهرين في العراق والدعوة لإنهاء ثورة تشرين تلك التي خرجت ضد الأحزاب الحاكمة دون أي استثناء في حراك شعبي سلمي واضح المعالم والأهداف ثورة أفقدت لأول مرة قدرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصادر على التحكم في الشارع وهو الذي كان يشكل الحصان الأسود فيه فتحرك عناصر القبعات الزرق التابعين لميليشيا السرايا وهي الجناح المسلح للتيار الصدري إلا ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المتظاهرين كانت تريد استهداف ثورة تشرين في مقتل وأحكام السيطرات على ساحات التظاهر انتهت هذه الجولة لصالح المتظاهرين الذين أكدوا تمسكهم بالسلمية وصاحات التظاهر ورفضهم محاولات تسييس الثورة لم يمل الصدر بعدها من توجيه سهامه إلى المتظاهرين داعيا في بيانه إلى تصفية ساحات التظاهر مما وصفها بالشوائب وانهاء الحراك الشعبي ثم اللجوء إلى ما سماه القضاء العادل ومنح حكومة الكاظمي فرصة ثانية عبارات وإن تزينت بلبوس السياسة فإن وراء الأكامة ما وراءها رد عليها متظاهر كربلاء بعبارة لطالما رددها الصدر نفسه وهي ذاتها من أسهمت باستقالة مرشحيه لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بعد هزيمته هذه يبدو أن الرجل اتجه لتأسيس جمهورية عنف أخرى وهو ما بدى واضحا بعد عشرات المقاطع المصورة التي تعمد مناصر الصدر نشرها تظهر حلاقة الشعر وإذلال منتقديه من المتظاهرين والناشطين التي قالوها صراحة وما ظهور الكاظمي كمرشح توافقي لجميع الأحزاب في العراق يبدو أن الصدر يتجه لحرق جميع سفنه والتحضر لمواجهة هذه المرة مع الشارع المنطفد ذلك بعد أن أخضع الصدر منافسيه من الأحزاب وحافظ على حصة الأسد في الكثير من الحكومات السابقة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة وخسارتها التعني خسارة الصدر موقعه داخليا وخارجيا وسقوط العمليات السياسية التي فسحت له أكثر من مرة إسقاطها لكنه لا يفعل ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا